اهلا بكم مشاهدينا من جديد بشكل مفاجئ ومن دون سابق انذار تجاوز تطبيق ليمون 8 السابع الشركة المالكة لتطبيق تيك توك تجاوز جيميل وواتساب ويوتيوب وحتى فيسبوك من حيث عدد أو معدلات التحميل في غضون أيام قليلة هذا التطبيق بحسب احصائيات معلوماتية من مؤسسة ديتا اي اي ليس بجديد وقد وصل المتاجر الرسمية في عام 2020 لكن معدلات تحميله كانت منخفضة كما انه كان خارج قائمة التطبيقات المائتين الاكثر تحميلا على متجر ابل ستور ووفقا لموقع تيك كرانش التقني ما يطرح تساؤلات عن سبب انتشاره بهذا الشكل مؤخرا ويرى خبراء ان التحميل الصاروخي لهذا التطبيق فجأة حيلة دكية توصلت اليها الشركة الصينية المالكة للتخلص من الضغوط الامريكية التي ترغمها على بيع تيك توك او مواجهات حضره اشتركوا في القناة اصف الاعلام الرقمي في مجموعة فضاءات ميديا حمد اهلا بك معنا صباح الخير صباح الخير صباح النور شو وضع ليمون ايت والله ليمون ايت يبدو انه يتصدر تطبيقات او متاجر تحميل في الولايات المتحدة ولكن بنهاية المطاف اي تطبيق حديث يقوم بحملات ترويجية موسعة يتصدر هذه المتاجر لوقت قصير ولكن الاهم هو الاستمرارية بطبيعة الحال حتى يتجاوز بالفعل تطبيقات كالتي ذكرتها من جيميل وفيسبوك وغيرها يعني عندما يكون عملية التحميل او تحميل التطبيق لملايين هل هذا طبيعي؟ هناك حملات جارية حتى لو كانت يعني كثير من التطبيقات السابقة عليها حملات كثيرة وشاهدت يمكن انتشار كبير لكن لم تكن عليها هذا التركيز بشكل مفاجئ هي دائما تتصدر التطبيقات بشكل مفاجئ خلينا نحطك في الصورة أحمد لأن عملية الحديثة عن تطبيق ليمون ايد ستكون من جهة او من اخرى جهة تروج للرواية الامريكية او تساند حملات الضغط الامريكية على تطبيق تيك توك في مسألة اما حظره او شراءه بشكل قصري وهي تحاول ان تروج الى ان تيك توك يبحث عن بداء شركة بايدنس المالكة لتيك توك لن يكون بديل لها لتيك توك ليمون ايد هي تملك في الحقيقة عشرات التطبيقات الاخرى وهذه الشركة هي من عملكة التكنولوجيا في الصين ان لم نقول هي من عملكة التكنولوجيا في العالم باكثر من 150 الف موظف تملك عشرات التطبيقات سواء في السوشال ميديا في مختلف المناطق هناك تطبيق شهير اسمه توباز لديها تطبيقات في التعليم تطبيقات في تحرير وتعديل الفيديوهات تطبيق شهير اسمه كابكات عليه اكثر من 200 مليون مستخدم ناشط شهرين وبالتالي هذه الشركة ليست بصدد البحث عن بديل لتيك توك وهذا التطبيق لن يكون بديلا لتيك توك طب ما هو هذا التطبيق بالضبط يعني يقولون انه مزيج بين انستجرام وبينترست هل الطلاط عليها اكثر يعني هل؟ نعم هو في الحقيقة كما تحدث الحديث عن هذا التطبيق سيكون اما من طرف جماعات الضغط الامريكية التي تطمح اما لحضر تيك توك بالولايات المتحدة او الاستحواذ عليه بشكل قصري او ستكون من من دفع له حتى يتحدث عن تفاصيل هذه التطبيق وهم المؤثرون على منصة تيك توك تحديدا ونحن هنا لسنا اعتقد في مجال الحديث عن تفاصيل التطبيق انه غير مهم في الحقيقة يعني كتقنية هناك عشرات تطبيقات السوشيال ميديا لم نقل المئات صحيحا لكن البعض يقول بانه موجود منذ 2020 لم يشهد اي انتشار لم يتم التركيز عليه الان في ظل الضغوط التي يعاني منها تيك توك تحديدا وايضا كان هناك حضر في كثير من الدول وخاصة للموظفين الحكوميين في عدم استخدامه او تنزيله على او تحميله على اجهزتهم المحمولة الان يشهد هذا الانتشار نفهم موضوع بانه يكون هناك حملات ترويجية تسويق كبير لكن بهذا الشكل ليس مستغرب ليس مستغرب الحقيقة المتابع ومواكب لمجال التطبيقات بعالم السوشيال ميديا ما في شيء نعم في مجال التطبيقات هناك اكثر من 30 الف تطبيق شهريا ينزل على المتاجر اكثر من 30 الف تطبيق شهريا احيانا تصل الى 100 الف تطبيق وبالتالي من بين هذه الالاف من التطبيقات التي تصدر شهريا دائما ما تبرز تطبيقات جيدة جدا وممتازة تتصدر متاجر التحميل بحكم تميز هذه التطبيقات او بحكم حملات اعلانية قوية الآن الذي يدفع هذا التطبيق للبروز في متاجر التحميل هو الحملات الضخمة التي من مؤثري تيك توك انفسهم مؤثري الشركة الصينية وهذا معمول به لدى هذه الشركة حيث تستخدم شبكة المؤثرين داخل منصة تيك توك وهي المنصة الابرز لديها عالمين وربما حتى في السوق الامريكي تحديدا لان بروز هذا التطبيق كان في السوق الامريكي وفي بريطانيا تحديدا وبالتالي هي استخدمت شبكات المؤثرين لديها في هذه البلدان لدفع بهذا التطبيق طب اذا لماذا لم تستخدم هذه الطريقة وهذه الاستراتيجية في التسويق له من قبل لان هناك خطة تسويقية بكل تأكيد تنقسم الى مراحل وانطلق هذا التطبيق بشكل تجريبي كما تحدثتم في سنة 2020 وهو في مرحلة جديدة وكما تحدث هذا معمول يعني ليس فقط خارج بايدنس نفسها لديه كما تحدثت عشرات تطبيقات ناجحة والاكيد ان هذا التطبيق اذا نجح واذا لاقى قبولا لدى المستخدمين سواء في امريكا او في غيرها سيكون مولود جديد في باقة التطبيقات الواسع جميل ذكرت في البداية حمده بانه كنا نريد ان نسألك عن هذه النقطة لكن انت سبقت ناح موضوع بانه لن يكون بديل لتيك توك لماذا لن يكون بديل لتيك توك هو في الحقيقة في مواصفات التطبيق مختلف قليلا لا يركز على الفيديوهات وكما تحدثت زميلة مده هو مزيج بين بنترست وانستغرام يركز على اللايف ستايل والصور وغيرها من الميزات الموجودة اكثر ربما وشبيهة اكثر ببنترست وانستغرام منها لتيك توك او ريلز او شورتز الموجودة بيوتوب ولكنه بالنهاية هو تطبيق صيني وفي ظل الحرب التكنولوجية على الصين هل ستسمح الولايات المتحدة ودول الأوروبية بنجاح مثل هذا التطبيق وانتشاره بهذا الشكل في أوروبا والولايات المتحدة ما رأيك يعني يعني تقصد بموضوع تطبيق صيني بأنه موضوع يعني موضوع الحضر وموضوع الديتا وموضوع ما يتم الحديث عنه هي لحاولون سرقة البيانات كما يقولون إلى حد الآن وتحدثت في حلقة سابقة لا تستطيع الولايات المتحدة وقف سواء تجربة تيك توك أو غيرها لأنه هذا يضرب السياس الأمريكي في مقتل من ناحية النظام الرأسمالي الموجود وحرية التنافس لأن هناك هي شركة خاصة تطلق منتجها صحيح لكن حدث مع هواوي وحدث مع غيرها صحيح نعم والكثير من ما حصل على موضوع التطبيقات بالأجهزة المحمولة يعني المتحدة الأمريكية يعني عبر عن طريق الحديث عن حماية البيانات يعني يقولون سوف نمنع انتشار الحماية المستخدمة هذا ما يحصل مع الشركات الكبرى التي تحقق نجاح باهر مثل هواوي كما تفضلت والآن تيك توك لكن هذا التطبيق لا يزال في بداية الطريق وبالتالي هو بعيد جدا عن مسألة الاستهداف لأن هناك عشرات حتى في السوق الأمريكي نفسها هناك الكثير من المنتجات الصينية وبالتالي لا تصل إلى مرحلة الاستهداف سوى التطبيقات التي تحق نجاح باهر وتهدد ربما أو تنافس بشكل كبير التجارب الأمريكية الناجحة هل ترى له مستقبل وأنت متخصص في موضوع الإعلام الرقمية؟ لا نستطيع أن نحكم المستخدم هو من يحكم على مثل هذه التجارب الجديدة أنا مستخدم إذا عكست حكمي على هذا فكأني أحرر لا نقول بأنه ممكن أن يكون هناك موضوع قطعي ممكن أن ننشر موضوعنا لا لا لكن هناك عن طريق الاستخدام ممكن أن نقول فعلا أنه ممكن مهيّ له أن يكون ناجح أم لا أنا في الحقيقة بدك رأي أنا في الحقيقة أعتقد أن الوقت قد حان للحديث عن تطبيقات البديلات عن تطبيقات التواصل اجتماعي اليوم كل حديثنا دائما عن تطبيقات التواصل الاجتماعي والتطبيقات التواصل الاجتماعي الجديدة إلى آخره وصلنا إلى مرحلة تحدثنا عن الإدمان الرقمي في مناسبات سابقة والسوشال ميديا جاءت في مرحلة معينة كبدأل عن احتكار منصات الإعلامية لجهات معينة اليوم أعتقد أنه يجب الحديث عن بدأل الموجة العالية جدا لمنصة التواصل الاجتماعي التي تنهكنا في مسألتي ما هي البدائل؟ هناك بدائل هناك تطبيق مثلا تطبيق يتيح لك قراءة ما تريده أنت أن تكون أنت من يتحكم وليس الخارزميات وليس الذكاء الصناعي هو من يتحكم فيما يجب أن تستهلكه تطبيق بريس ريدر عليه مثلا صحيفة العربي الجديد وعليه مجموعة كبيرة من الصحف العربية والعالمية وهو يتيح لك التحكم فيما تريد قراءته هناك تطبيق جديد اسمه Artifact على سبيل المثال قام بإنشائه مؤسسه تطبيق انستغرام وهو تطبيق يجمع أيضا أبرز الأخبار على الصحف العالمية والصحف المرموقة وبالتالي يزاودك بتجربة مستخدم جميلة جدا أنا شخصيا أستخدم مثل هذه التطبيقات في الوقت الحالي بمعنى فتح بالموضوع حمداء أين نحن من موضوع تطبيقات نحن من ننتج مثل هذه التطبيقات لماذا لا؟ قصدك في العالم العربي في العالم العربي هناك تجارب كثيرة في مصر كانت هناك أتحدث عن ممكن أن تكون هناك تجربة واعدة تغنينا مثلا عن موضوع التطبيقات الأخرى وموضوع الديتا وموضوع الخصوصي وغيرها تكون مثلا على الأقل نوعا ما أقرب لنا ممكن أن صح التعبير هناك تجارب كثيرة ربما من أبرزها تطبيق باز مقره في الأردن تطبيق باز هو واحد من التجارب الجدية الرائدة كانت في العالم العربي أنا عم تسوي لنا دعاية ولكن ربما بل هذا اختلاف في نوعية الاستخدامين لكن أنا حديثي كان عن بعيدا عن السوشال ميديا التطبيقات التي يتحكم فيها المستخدم سواء كان عربي أو غير عربي كيف يعني المستخدم يتحكم فيها؟ بأن يختار ما يشاهد بأن هو يذهب إلى المعلومة ولكن هذا حمد يعتمد على اهتمامات المستخدم هذه الطبيقات البديلة التي تحدث عنها سيكون لها نوع آخر من المستخدمين ولكن لا أعتقد أنهم سيبتعدون عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليس كذلك خاصة عندما نتحدث عن فئة الشباب ربما بالفعل هو تحدي صعب جدا تحدي يحتاج مجهودات كبيرة من المستخدم نفسه من المشرعين ومن الشركات يجب أن يكون هناك وعي كبير يجب أن يكون هناك إدراك لمدى تحكمنا في أوقاتنا لأنه اليوم الوقت الذي نقضيه على الشاشات كبير جدا وهو متأثر بمدى براعة هذه التطبيقات جعلك تقضي أكبر قدر من الوقت وبالتالي الله يعينه نلغير هذه الخاصية عشان ما نشوفها دايش عم نستخدم حمد خشتالي صحفي المتخصص في الأعلام الرقمي في مجموعة فضاءات ميديا شكرا جزيلا لك على هذا المشاهد شكرا لك شكرا